أشر تقرير لوزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة قد بلغ 6511 مبنى على مساحة نحو مليون ومئة ألف متر مربع في جميع المحافظات وأظهر التقرير أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 732 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4635 فدان يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر